موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنويني نقاش الليلة موسيقى يومان على انتخاب العماد عون رئيسا للبنان مزيد من الكتل النيابية المؤيدة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح وفرنجية يدعو الى الاقتراع لمصلحته بورقة بيضاء موسيقى الحجد الشعبي تقدم لتحرير تلعفر فهل ينجح في منع عناصر داعش من الهروب الى سوريا واي معنى سياسي لمشاركته في تحرير الموصل موسيقى صورة المشهد الانتخابي لرئاسة الجمهورية في لبنان باتت مكتملة وواضحة ذلك ان طلب المرشح سليمان فرنجية من النواب الراغبين في التصويت له الاقتراع بورقة بيضاء حسم النتيجة لمصلحة رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشيل عون فقد انتفت اخر امكانية لمفاجآت اللحظة الاخيرة وعون بات رئيسا للبنان ينتظر جلسة الانتخاب بالارقام من كتلة نواب حزب الله الى كتلة عون الى كتلة القوات اللبنانية فكتلتي المستقبل وجنبلات باغلب نوابهما وصولا الى نواب الحزب القومي وارسلان والبعث ربما ينجح عون من الدورة الاولى التي تحتاج الى اكثرية ثلثي الاصوات فمع انتهاء الشغور الرئاسي سيحقق لبنان انتصارا ويتخطى اهم استحقاقاته الدستورية هذا الموضوع مشاهدين سيكون محورا نقاش في ملفنا الاول في مسائية الليلة بينما نبحث في الملف الثاني في التطورات الميدانية لمعركة تحرير الموصل وقرار الحجد الشعبي التقدم باتجاه تلعفر المهمة لجهة قربها من الحدود السورية وابعاد هذه المشاركة سياسيا مشاهدين اسمحوا لنا قبل الخوض في تفاصيل ملفي المسائية الليلة ان نتجه وإياكم الى غرفة الاخبار في الميادين وموجز لاهم واخر الانباء اهلا بكم اطلق الجيش السوري وحلفائه عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون في ضحية الاسد بحلب وشهد القسم الغربي من ضحية الاسد الشبكات عنيفة وفق مراسل الميادين الجيش السوري صدى ايضا هجمات المسلحين على محاور عدة منها محور جمعية الزهراء والفاميلي هاوس واسط دعم الطائرات الروسية الى تهران حيث قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الازمة السورية لن تجري تسويتها الا بمواجهة الارهاب والحفاظ على وحدة الاراضي واحترام رأي الشعب وخلال لقائه مناصقة شؤون الخارجية للاتحاد الاوربي فدريكا موغيريني اكد روحاني ان على الجميع ان يدرك ان تسوية الازمة لن تجري بالسبل العسكرية هذا وغذرت موغيريني تهران بعدما عقدت جولة ثانية من المحادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ضريف تركزت على الازمة السورية وسبل ايصال المساعدات الانسانية استشد ثمانية مدنيين وجرح واحد وعشرون بتفجير انتحاري في حي الاسكان غرب بغداد مراسلنا افاد بان انتحاريا انفجر نفسه بحزام الناسف مستهدفا موكبا دينيا في منطقة الاسكان وكان قد استشد مدنيا وجرح اخرون في انفجار عبوة الناسفة قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد رفض الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الطرح الذي تقدم به المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لحل الازمة اليمنية واعلن هادي في بيان له بعد استقباله الاخير في الرياض ان الطرح الاممي يحمل بذور الحرب هادي دعا ولد الشيخ احمد الى ادراك متطلبات السلام في اليمن وازالة ما وصفها باثار الانقلاب من خلال الانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ بنود المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلح استشد جنديان مصريان بانفجار عبوة الناسفة قرب الشيخ زويت شمال سيناء مصادر مصرية فدت باصابة ثلاثة عسكريين اخرين بالانفجار نظمت حركة النهضة التونسية ندوة خصصة لمناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2017 بحضور رئيس الحركة شيخ راشد الغنوشي ووزيرة المالية هذا وجددت الحركة تمسكها بالتوافق كأرضية تجمع الفاعلين السياسيين لانجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي كما جددت مصاندتها لحكومة الوحدة على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج من جهته اكد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية الاسبق ضرورة ان تكون الميزانية قادرة على تقديم الحلول ختام الموجز عودة لمتابعة المسايا مع زميلة راميال ابراهيم إليك راميح شكرا لك علا إذن ساعة حاسمة يعيشها لبنان قبل التآم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية الكتل البرلمانية الوازنة أعلنت دعمها انتخاب المرشح العماد ميشيل عون في الوقت الذي يستمر فيه رئيس تيار المردى في خوض السباق الرئاسي لكنه دعا المؤيدين له إلى الاقتراع له بورقة بيضاء عباس صباق قضية الأمر ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ما لم يحدث أمر طارئ خارج الحسابات المتوقعة الكتل البرلمانية الوازنة أعلنت دعمها لانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح في جلسة البرلمان الاثنين المقبل وحدها كتلة رئيس البرلمان نبيه بري ستعارض عون ومعها كتلة المرشح المنافس لعون رئيس تيار المردى سليمان فرنجي فرنجي ومن دارة رئيس البرلمان دعا النواب المؤيدين له للاقتراع بأوراق بيضاء الترجحات تشير إلى أن عون سيحصل على غالبية ثلثي أصوات النواب الحريري وقبل ساعات من جلسة البرلمان صارح اللبنانيين مكررا تفاهمه مع خصمه السابق الجنرال عون استسلمت من زمان استسلمت من 14 شباط 2005 استسلمت لأنه أخذ مصلحة الشخصية بالانتقام أو مصلحة البلد فأنا أخذت مصلحة البلد بدوره بارك المفتي الشيخ عبداللطيف داريان مبادرة الحريري أتمنى التوفيق للعهد الجديد أن يكون لمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين الرئيس سعد الحريري لم يترك فرصة إلا واقترح مبادرة لإنقاذ البلد وطبعا كان هناك الكثير من العقابات الآن جميع الأفريقاء تقريبا السياسيين تجاوبوا مع المبادرة الأخيرة لبنان أمام ساعات حاسمة قبل الإعلان رسميا عن إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الذي بدأ في الرابع والعشرين من أيار مايو عام 2014 كتل البرلمانية الوازنة في لبنان أعلنت دعمها المرشحة لرئاسة البلاد العماد ميشيل عون وسط ترجيحات بنيله غالبية أصوات النواب في جلسة الانتخاب الأثنين المقبل عباس صباق بيروت الميادين ومن الأشرفية شرق بيروت ينضم إلينا الوزير السابق ونائب رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير نقولة صحناوي مرحبا بكم معالي الوزير أبدأ بي السؤال بعد استمرار انضمام المزيد من الكتل والقوى السياسية والموقف الأخير للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية هل بات الجنرال ميشيل عون المرشح الرئاسي الجمهوري بات رئيسا للبنان ينتظر جلسة الانتخاب يوم الأثنين مساء الخير غاميا لألك ولمشاهدين أظن كل الشعب اللبناني منتظر هذه اللحظة من سنتين ونصف أكيد لأنه ما لدينا رئيس وأنا بقول حتى من 88 لليوم لأنه هذا أول فرصة أول استحقاق في أمل جد من قبل المواطنين في لبنان أنه سيكون لهم رئيس قوي ورئيس صنع في لبنان وهذا إنجاز تاريخي أكيد كلنا طوائين لأله وحبسين أنفاسنا لنعيش الفرحة الكبيرة نهار التنين سواء إن شاء الله يعني أنتم تعتقدون الآن بأنه باتت الأرقام والأصوات ودعم الترشيح يفرز أو تفرز هذه المشهدية يوم الأثنين الجنرال ميشيل عون رئيسا من الجولة الأولى نحن نعتبر أنه في جولة وحدة لأنه الجولة الأولى تمت بالسابق ولكن بأي حال إن كان جولة أولى أو جولة تانية اللي مبين أنه الكتل الأساسية دعم الرئيس رئيس تكتل تريو الإصلاح العماد ميشيل عون بهالحالة مفترض أنه كل شيء تم على خير نهار التنين لا لأنه رئيس مجلس النواب حسم المشهدية بأنه نحن في دورة أولى للاقتراع في هذه المشهدية يوم الأثنين أو في الجلسة يوم الأثنين هل لنا أن نقف عن تفاصيل انضمام المزيد من الأصوات وربما لقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط بالجنرال ميشيل عون ومن ثم خرج النائب وليد جنبلاط ليؤكد دعم الترشيح للجنرال ميشيل عون يعني أيضا من أبرز الأصوات اللافتة كيف جاء اللقاء؟ ما الذي حمله؟ وعلى ماذا بني هذا الدعم؟ أظن الكل بيعرف أنه نحن حاولنا قدر الإمكان أن نكون دعم دعم الترشيح لما دعون أوسع دعم ممكن من قبل كل الأحزاب وكل الكتل وأكيد كل المكونات الأساسية للمجتمع اللبناني وكان لابد أنه وليد باك جنبلاطي ينضم لهذا الإجماع الوطني وهذا الشيء تم وأكيد نحن مصرورين وإن شاء الله هذا الشيء بيبشر بعهد يكون عهد جامع ويكون فيه إجماع حواله برنامج بناء الدولة، برنامج إعادة هابة المؤسسات دولة القانون ونشوف هالبلد يرجع يتقدم من بعد ما صابنا تأخير كبير مثل ما كل بيشعر، كل مواطن لبناني بيشعر أنه كل بلدان العالم عم يتقدمه ولبنان عم يتراجع إن شاء الله بهالوحدة على أجندا إنجازات وبناء الدولة نشوف أنه التقدم سريع حيضل الإجماع حواله هالأجندا اللي ما بيكون إلا خار لكل اللبناني معا للوزير، وكاني ألمس أنكم حضيرون ربما في ألف صح عن بعض المعطيات أو التفاصيل سألتك ربما عن مضمون اللقاء خصوصا من الأهم الأصوات اليوم انضمام أو دعم النقب وليد جملات لترشيح الجنرال ميشيل عون لم تحدثنا كثيرا ربما عن تفاصيل هذا اللقاء أو ربما ما حكي أنه في تفاهم ما أيضا عقد في هذا الاجتماع راميا المجالس بالأمانات وبنفس الوقت إذا بتقولي أنه في حزر أكيد في حزر من بعد 28 سنة انتظار الواحد بينطر اللحظة اللي بيسمع إعلان النتيجة قبل ما يفرح أو قبل ما يهني أو يبارك للجميع فلح ننطر نهار الثانيين بس أنه فيه تفاعل أكيد واضح أنه من بعد إعلان كل الكتل تأييدهم للترشيح العماد عون مفهود النتيجة معروفة ولكن هالانتظار الطويل 28 سنة يعني أكتر من نصف عمري أنا شخصياً أنا كنت بالـ 88 و89 بناضل إلى جانب العماد عون كان عمري 21 سنة هالا عمري 49 سنة يعني انتظرت أكتر من نصف عمري وفي جيل كتير كبير بلبنان ما عايش كل هالانتظار وكل هالمعارك لينتصر الحق وللشعب اللبناني يقدر هو يوصل رئيس أوه رئيس هو يختاره بلبنان فأكيد بدنا نظل حذرين لآخر اللحظة وإن شاء الله منعيش الحلم مع بعضنا التنين وربما لأنك قلت المجالس في الأمنات مع علي الوزير هذا يعني يشي أيضاً بأنه هذا الاجتماع حملاً يعني مضموناً سياسياً في إطار تفاهمات يحكى عنها خصوصاً مع مروحة الترشيحات أو دعم الترشيح من كتل بما فيها كانت تحمل خصومة للجنرال فهمتك بشكل صحيح؟ ما فهمت السؤال سريع أنا أقول أنه بما أنا قلت المجالس في الأمنات يعني فيه مضموناً سياسي حملوا هذا اللقاء بين النائب وليد جنبلات وجنرال ميشيل عون فهمتك بشكل صحيح؟ ممكن ممكن يكون فيه مضموناً سياسي حتماً بس يقعدوا سياسيين فيه مضموناً سياسي ولكن هن بيقرروا شو اللي بدهم يفشوا فيه وبأي لحظة بس بالحالتين إذا فيه تفاهمات ما بتكون إلا خير للوطن لأنه نحن دعاة التفاهمات وكلما تكتر التفاهمات كلما يتحصن الوطن وكلما يتحصن العهد الجديد بما أنك ربما تتحدث عن الأرقام وعن الأصوات والقوى الداعمة والكتل الداعمة سنقف عند بعضها معالي الوزير تبقى معنا لو سمحت حتى الآن مشاهدين لم تحسم الأرقام النهائية التي سيحصل عليها المرشحان الرئاسيان في لبنان ميشيل عون وسليمان فرنجية لكن مصادر مطلعة أكدت للميادين أن عدد المصوطين لعون قد يبلغ التسعين من أصل 128 نائباً ما يؤهل عون للفوز بمنصب الرئاسة من الدورة الانتخابية الأولى أما المرشح سليمان فرنجية فمن المحتمل أن يبلغ عدد المصوطين له 20 نائباً من ضمنهم أوراق بيضاء تلبية لطلبه فيما قد يصل عدد الأوراق البيضاء تعبيراً عن رفض ترشيح فرنجية وعون إلى عشرة أصوات وفي خضم التطورات الداخلية هل ثمت ما يهدد النتيجة المحسومة في جلسة الاثنين قراءة في المشهد الرئاسي اللبناني مع جراسيا بيطار قبل أن يلفظ الشغور الرئاسي أنفسه الأخيرة الاثنين تبرز معركة من نوع آخر ففوز العماد ميشيل عون المريح أو الصعب لا جدال في شأنه من قبل أحد هذا صحيح ولكن ماذا عن الأوراق التي لن تصوت للجنرال حتى الأمس القريب كانت الورقة البيضاء سلاحاً قرر أن يرفعه النواب الذين يرفضون منح صوتهم لأي من المرشحين المحسوبين على فريق الثامن من آذار أي لا ميشيل عون ولا سليمان فرنجي لكن الأخيرة وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض بدوره ترشيح عون طلب من مؤيديه التصويت له بورقة بيضاء فإلى ما يرمي فرنجي من هذه الخطوة هل يسعى كما يرى البعض إلى إذابة اسمه بين الأوراق البيض فلا يعرف حينها من صوت لفرنجي ومن صوت ضد فرنجي وعون معاً أم أن خطوته تعني أنه سحب ترشيحه على نحو غير مباشر الرجل يقول إن هدفه تسجيل موقف في وقت ترتفع فيه أكثر حظوظ عون بعد إعلان كتلة اللقاء الديمقراطي والنائب طلال أرسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي دعم ترشحه ربما يكون رئيس طيار المستقبل سعد الحريري أحد هؤلاء الذين حاولوا ثانية فرنجي عن خطوته المستجدة فهو يريد للإثنين أن يسمى الإثنين الأبيض كما صرح بعد لقائه بطرياركا الموارنة وإذا بفرنجي وبخطوته المفاجئة ينسحب ولا ينسحب وهذا ما يشرح ربما تصريح الحريري بعد لقائه زعيم زغرتة في أحد فنادق بيروت قائلا أتفهم موقفه ونحن معا في السراء والضراء على هامش بعض المناوشات الداخلية التي تسبق الاستحقاق الاثنين مشهد إقليمي ودولي مراقب لا مباركات صريحة ولا رفضة علنيا وحدها السعودية أرسلت مفدها عشية اليوم الكبير قيل إن في ذلك دليلا على أنها لم تسعى منذ البداية إلى التدخل وقيل أيضا إنها قررت الانضمام إلى المهنئين بأول رئيس صنع في لبنان أعود مباشرة إليك معالي الوزير بالسؤال هل لديكم فهم خاص لهذه الخطوة للمرشح الرئاسي سليمان فرنجي أن يطلب أن يتم التصويت لمن يريد أن يصوت له كرئيس للبنان بوضع ورقة بيضاء؟ لا حق ديمقراطي أنه الواحد يصوت بورقة بيضاء نحترم هذا الشيء والتانيين منشوف النتائج مع بعض أكيد التحليل اللي إجاب بالريبروتاج تبعا كون كمان واضح بالنسبة للدفوع يلي دفعت الوزير الفرنجي أنه يخطيها الخطوة أظن الكل اللي بيعرفوا يعني شو المشهد اللي عم نعيشه ما الذي تقصده يعني إذابت موضوع الورقة البيضاء بين ورقة بيضاء رافضة للمرشحين سليمان فرنجية وميشيل عون وورقة بيضاء هي تصوت لفرنجية أنت ترى هذا التحليل صحيح؟ أنه أكيد إذا كانت ثلاث أنواع أصوات وهلأ صاروا نوعين أصوات ما بيقدر يميز الواحد بالسكور النتيجة اللي حيخدها نوعين اختلطوا بنوع واحد صاروا كلهم برقبيض بس هذا الشيء يعني ما كتير بشوفه مهم بهاللحظة هذه لأنه الحدث الأساسي هو أنه التنان إن شاء الله هنشوف أول رئيس صنعة في لبنان أول رئيس قوي عنده تمثيل بيقته وعنده تمثيل واسع على كل مساحة الوطن وهذا انتصار للبنان قبل ما يكون انتصار لحزب أو لفئة من اللبنانية هذا انتصار للبنان حقيقة هدا بيكون عيد كبير ومثل ما حسيت أنه بعدني حذر أكيد لحظلني حذر لآخر لحظة بس هيدا ما بينفي إنه إذا صار هذا الشيء وإن شاء الله سيصير هذا الشيء بيكون انتصار تاريخي للبنانيين وحتى الحذر يعني مضمون فيه أيضا يعني يتضمن المواقف السياسية حتى منك معالي الوزير تعني أستفيد ربما من المعلومة يعني في بعض الكتل أو القوى السياسية ربما نسأل عن موقفها ماذا عن النائب طلال أرسلان أريد تصيح إنه الحزب الديموقراطي أعلن لحيصوت للمدان بلغتم بذلك يعني يعني يصل بالقراءة التصريح أنا 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 بلغت بالإعلام يعني ما بعرف إذا تبلغنا كحزب ما تطلعت على الموضوع ماذا عن حزب البعث نفس الشيء بالإعلام أريد أنه نفع نائب أنسو أنه هني لحيصوت للمدان أنتم لم تتواصلوا ربما معهم بشكل مباشر أو هم لم يتواصلوا معكم بما له علاقة بدعم الترشيح التواصل اللي بدو تمتام وهلأ صرنا على مشارف جلسة الانتخاب وهذا أيضا يندرج بالنسبة للحزب القومي في مشهدية يوم الأثنين وأنت تركز عليها بأنه في إنتاجية لبنانية لرئيس لبنان إلى أي حد ما نراه من مروحة القوى الداعمة لترشيح جنرال ميشيل عون بين فريقين على وجهي نقيد في البرنامج والنهج السياسي في لبنان أنه مرحلة الفرز السياسي بين فريقين ثمانية أذار وأربعة عشر أذار الرابع عشر من أذار قد انتهت اليوم في جزء كبير أكيد انتهت وهذا الأمال الكبيرة أنه بكرة بممارسة الحكم في برنامج جامع هالفريقين السابقين يلي هو برنامج عمل لهذا الحكم أو هالحكومة تنتج عمل لأنه فيه تأخير كبير بالبنية التحتية بالخدمات ببناء المؤسسات بالتعينات يعني فيه كتير شغل بيقدر يمشي بسرعة إذا كانوا الكتل حطت عجنب خلفاتها لنقول السياسية أو الجيوسياسية وركزت على الإنتاج للمواطنين والبلد وهذا بيكون خير لكل اللبنانية لأنه أنت تعرف ممكن أو المشاهدين بيعرفوا أنه موضيع البناء التحتية موضيع الخدمات موضيع الفرص العمل الاقتصاد ما لنه سياسي ما لنه موضيع سياسي وما بتطال فئة من اللبنانية دون فئة الواحد بس يعمل بيجيب ماي بيجيب ماي لكل اللبنانية بيجيب كهرباء بيجيب كهرباء بيجيب كهرباء بكل اللبنانية بس يجيب فيبر اوبتيك بالاتصالات أو 3G أو 4G بيجيبها لكل اللبنانية بس يعمل فرص عمل والاقتصاد اللبناني ينتعش ويعمل نمو سريع كل اللبنانية بيستفيدوا إذا عمل شو بيسموه يعني ضمان اجتماعي وضمان صحي نقل عام وربما يعني على أهمية هذه المواضيع معالي الوزير ربما في المشهدية والخارطة السياسية إعادة رسم خارطة جديدة بناء على مكان موجود فيها السابق من فرز هو أيضا بطبيعة الحال سيكون له أثر كبير إلى أي حد ساهم لربما في بداية الالتقاء بين التيار الوطني الحر وحزب الله في تفاهم التقيام من منطلقات ربما مختلفة ساهم بأن نرى هذه المشهدية أن ننتقل من التنسيق في السلطة إلى إعادة إنتاج هذه السلطة أكيد أن الوارد تفاهم بين الطيار وحزب الله كانت حجر أساس لليبناني يرجع ويلتقوا على الأساسيات وأكيد أنه نهج الطيار الوطني نهج المقاوم المقاوم للجيوش الأجنبية المقاوم للفساد تلاقى مع المقاومة اللبنانية بنفس النفسية ونفس الروح المقاومة وهذا الشيء كمان سمح أنه نعطي نموذج لكل اللبنانيين أنه بس يتفاهموا اللبنانيين مع بعض بيقدروا يبنوا سقة وبيقدروا يركزوا على مقاربة منتجة للشعب وللمواطنين وهذا المقاربة كان من الأول في إصغار من قبل العناد عون أنه هذا شيء منه صنائي وهذا شيء منه مغلق نحن مدين إيدنا على كل الأفريقاء في لبنان وكل الفئات وكل الأحزاب تنوسع هذا التفاهم وتصير كلنا ضمنه تنحسن هالبلد ونبني تفاهمات يسمحولنا نتقدم لأمان هذا من الداخل في لبنان ماذا عن الخارج؟ يعني إذا ما كانت جلسة يوم الأثنين المقبل أفضت بالفعل لجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية يفترض أنه في خطة موضوعة لسياسة الرئيس الخارجية هل لك أنت ضعنا في طبيعة أو شكل هذه السياسة؟ لحقل الرئيس إن شاء الله نرجع من أول التنين أنه هو بخطاب القصم وبكرة بممارسته هو يحدد السياسة الخارجية ونحن فيه أكيد رياحة بهذا الموضوع لأنه العماد عون معروف معروف بسوابته هو لبناني قبل ما يكون يعني لبناني فقط الحقيقة وكل شي بيفيد لبنان كل شي بمطلة مصلحة لبنان كل شي دستوري سيكون هو يحلف على الدستور وحام الدستور سيكون أب الجميع لأنه يسترد مع الوزير يكون في ملامح عامة ربما خصوصا أنه بالأمس في اللقاء الذي أجراه رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تحدث عن حتى بيان الحكومة وتحدث عن نقاط لها علاقة لبنان بالخارج وبالدول المحيطة وهذا ما يستدعي أن نرى أو نسمع كلاما يوضح إطار هذه السياسة بعناوينها العريضة الملحة أنا بقولك أنه العماد عون بكرة أول شي اللي بيعرف تاريخه ما بيطلب توضيح وهو عاقن حال اللي بيوضح بممارسته للحكم والأمن والدفاع في داخل البلد نفس الجواب ومستقبل العلاقة مع حزب الله العلاقة مع حزب الله يعني أظن أنه هيدا ثابتة بالطيار الوطني الحار فيه سقر متبادلة فيه ورد تفاهم بينه وبين الحزب وفيه حلف شبه يعني صار فيه تجربة من بأسوأ بأصعب الظروف على هيدا العلاقة وأثبتت أنه علاقة استراتيجية سابتة ما حدا نقدر يزحزحها وهيدا أحسن جواب وربما أسألك معالي الوزير انطلاقا أيضا من الخارج إلى يعني النظرة لانتخاب رئيس للجمهورية غالبية الدول المعنية صامتة لموقف واضح خلال مملكة العربية السعودية كان لديها يعني موفد وزير الدولة ليشؤون الخليج وقام بجولة على أبرز وجوه السياسة في لبنان وزار أيضا الجنرال ميشيل عون في أي إطار تضعون هذه الزيارة المملكة يعني مرحبة محتوية لهذه الخطوة أم أنها تأتي لتسجيل حضور نحن أي دولة صديقة دولة صديقة للبنان أو دولة بتغبط في علاقات تاريخية بين لبنان وبين هذه الدولة ومنلمص منها دعم للمسار السياسي والقانوني والدستوري في لبنان وللاقي احترام لإرادة اللبنانية نحن نرحب بهذا الشيء ومنلاقي هذا الشيء طبيعي أكيد ولكن أكيد نرحب بهذا الشيء ولمسنا من كافة الدول المعنية بالشأن اللبناني أو اللي بتربطنا فيها علاقات هذا الدعم موجود لحسن الحظ الخارج ممكن لأول مرة بتاريخ لبنان دعم إرادة اللبنانية وعن بقول للبنانية شو بتتفعوا أنتم بين بعض علينا نحن دعمينكم لأنك كانت من العقد الأساسية لوصول الجنرال ميشيل عون وفق ما كتب وحكي ونقل عن مصادر بأن المملكة العربية السعودية لا أدري إذا كان هناك أي مقترحات حملت أيضا من المملكة العربية السعودية عبر مفادها إلى الجنرال ميشيل عون أي مقترحات كيف؟ هل حملت أي مقترحات لربما للجنرال ميشيل عون من المملكة العربية السعودية؟ لا أظن بس ما أنا متطلع أكيد يعني ممكن في شيء وأنا ما بعرفه ولكن أظن أنه اللي كلنا عم نشوفه لفوق الطاولة هذا هو فيه دعم من الدول مثل ما حكينا الدول كافة الدول اللي بتربطنا فيها علاقات وثيئة مع الشعب اللبناني ومع الدولة اللبنانية كلها دعمة الإرادة اللبنانية وهذا يعني هذا اللي عم نتمنى نحن من الأول فأظن أنه لازم نكون مسؤولين بهذا الشيء وهذا اللي عم نقوله كل الأحوال أريد منك ربما معالي الوزير وطالما يعني يفترض أنه يعني تشعرون بأنه هناك انتصار حقيقي للبنان بالأصول لمشهدية جلسة الأثنين المقبل بأنه سيكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية وسيكون الجنرال ميشيل عون ربما أريد منك أن تطلق لنا موقفاً أن تعطينا معلومة أن يسود الحذر وأنت شجاع معالي الوزير بعطيكم معلومة بشو؟ تعطينا معلومة ربما أو تعطينا ربما موقفاً رؤية يعني للمشهدية يعني أهمية كل هذا الحدث ويخرج بهذا الحذر معالي الوزير يعني في تناقض لا أنا ما فيني ما يكون حذر بديك تفهمي أنه إذا أنت راميا شعرتي اللي عم نشعره نحن أنه هالمسيرة قدى عمره وقدى تم تضحيات وشهده تقدم شهده لنوصل لمرحلة مرحلة السيادة ومرحلة أنه الشعب اللبناني يقدر هو يوصل الرئيس يلي هو بيتمح لأله إذا بتشوفي هالمسيرة ما فيك إلا ما تكوني حذرة أذكرت؟ يعني فيه 28 سنة حلّا أدي حجم الحدث الحدث بنسبة لأقلنا زلزال سياسي يعني بنعتبر هذا ممكن أهم حدث مرأة بالسياسة الداخلية بلبنان منذ أنا وعيت على السياسة يعني عم بقل لك أنه فيه شهده يعني فيه هيدا عم بتم تحقيق حلم أجيال من اللبنانية ووفاءا للشهده أنه نحن ضلينا مسابرين لتحقيق هذا الحلم ونحنكون أكيد متأثرين كتير ونحن نشوف هذا الحلم عم يتحقق نهارت إن شاء الله لأنه عم نتمم مسيرة مسيرة شعب مسيرة أجيال يعني نحن نوفى بذلك معالي الوزير ونقدر أهمية هذا الحدث نقدر أهمية هذا الحدث وفي الميادين في تغطية يعني خاصة وكبيرة وضخمة لهذا الحدث تبدأ من يوم الغد والهاشتاج على يمين شاشة الميادين يعني يوضح ذلك لبنان انتصار الرئاسة يوم الأحد ويوم الثلاثاء على أمل أن تكون هذه الجلسة وتفرز رئيسا للبنان لأنه يستحق وأشكرك جزيل الشكر على أطلالتك وعلى حذرك وعلى كل ما خصيتنا به وأن كان قليلا ونتفهم ذلك معالي الوزير نقولة سحناوي الوزير السابق ونائب رئيس تيار الوطني الحر كنت معنا مباشرة من الأشرفية في العاصمة اللبنانية شكرا فاصل قصير ونواصل المسائية أبقوا معنا رجاء أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين تحول في خارطة المعارك في المحور الجنوبي والجنوبي الغربي للموصل تمثل بتحرير القوات العراقية لناحية الشورى ودخول الحجد الشعبي على خط المواجهة بفتح المحور الغربي انطلاقا من الجنوب محمد الفهد موسيقى 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 جبهات حامية على طول امتداد الشريط الجنوبي والجنوب الغربي للموصل بعد ان انطلقت المرحلة الجديدة من المعارك لدخول الشورى وفتح المحور الغربي انطلاقا من الجنوب تحررت الشورى على يد القوات المشتركة وفتح محور الغربي بتحرير عدد من القورى والمناطق الاستراتيجية على يد قوات الحجد الشعبي والله مع النواياتنا حالية جيدة جدا تقدم سريع يعني كل السريع والحمد لله والشكر داعش يعني باكو عدد هيش قليل فداي حاولون يعني هيش يرميط لا طلقة طلقتين وعادي ماكو مشكلة وان شاء الله ما نتوقف الا بالموصل بحيال الله والحمد لله والشكر النصر قادم ان شاء الله الخطة الجديدة للمعركة عززت بركن اساسي وهو العامل الانساني وكيفية التعامل معه ولسيما وان داعش يحاول الاعتماد عليه لعرقلة القوات المتقدمة فاثمرت عن سحب العشرات من العوائل وتأمين خروجهم مع التأكيد على ان القوات الامنية ستعمل على حماية المواطنين النازحين بدنا اليوم فجرا باذن الله تقدم بمحور منطقة عين الجحش بدأت تحرير من الصباح تقدمت القوات باتجاه المنطقة لحد الان ماكفت صد قوي من العدو سيارة مفخخة ورماية بعيدة زيان ان شاء الله التقدم استمر دخول الحجد الشعبي على مسرح العمليات باكثر من محور باتجاه الغرب قد يعزز حالة الاندفاع وتضييق الخناق على داعش لجهة اغلاق كل المنافذ على التنظيم بعد ان كان بعيدا عن دائرة العمليات العسكرية المحور الغربي لمدينة الموصل سيكون مسرحا للعمليات بعد ان شرعت قوات الحجد الشعبي بفتح هذا المحور اذ حققت هذه العملية وفي ساعاتها الاولى عددا من المنجزات الميدانية محمد الفهد من جنوب غرب الموصل الميادين اشتركت قوات الحجد الشعبي في المعركة الدائرة لتحرير الموصل من داعش في المحور الغربي وذلك لتأمين وتحرير الحضر وصولا الى تل عفر والهدف قطع الطريق على داعش وخطوط امداده بين العراق وسوريا عبدالله بدران وانطلق الحجد الشعبي الى محوره غرب الموصل قوام قوات النخبة في قتال داعش ضمن محور عملية تل عفر من ابنائها ومن الشبك ومسيحي سهلنين ومن كتائب بابليون واسناد مدفعي متبادل بين محور الشرطة الاتحادية المتوجه صوب الموصل ومحور المتطوعين غربها حيث الحضر اشترك الحجد تحت راية الحكومة في اتحاد بندقية التحرير ليس هاجينا في الارض ولا غريبا عنها استقرت بوصلة رصاصاته واندفاع ابناء عشائر شمر والجبور في مينوى بقدر جو سياسي احرج في معركة التحرير الوطنية صحيح ان جهاز مكافحة الارهاب والجيش وقع على عاتقيهما تحرير الموصل بساحليها الايمن والايسر لكن مدائن محور الحجد اكبر وفي طرق استراتيجية ومواقع اخطر ذلك ان عمق بادية نينوى من تل عبطة والحضر والقحطانية وصولا لتل عفر مركز المهاجرين في داعش خطوط امداد التنظيم بين العراق وسوريا فضلا عن ان وصول الحجد الى تل عفر يحمل افتراض الاستدام بالجيش التركي الذي ترتفع نسبته كلما تقدمت القوات من القضاء اصر الحجد وضغط قادته على الاشتراك بمعركة الموصل راهن الاعباد على الميدان وضرورات المعركة متحديا رفضا من تكتلات سياسية فاتخذ قراره باستدارة حادة بين خصوم الداخلي وواشنطن وتركيا فاعطى وعدا وحدد محورا وكان لعواجل الايام ان تكفلت باشتراك المتطوعين الحجد في محور غرب نينوى معنى ميداني يعكس رغبة سياسية في اخذ الدور للامساك بالحدود مع سوريا لمنع خروج الهاربين من معركة الموصل الى الرقة او تشكيل تهديد جديد من داعش خارج العراق وليس بعيدا ان داعش ونضراءه في الداخل السوري سيكونون هدفا للحجد والقوات العراقية لذا تقلصت فرص واشنطن واوراقها للمناورة مع بغداد او ضغطها على دمشق حليفة حلفاء بغداد قضي الامر وعمست الصورة اوضحة من قراءات وسيناريوهات التحليل ذلك ان الجميع وان لم يعترف البعض منهم امن بان اشتراك الحجد في معارك نينوى ليس اصرارا اعمى بقدر لوازم امن وطني وقومي تفرض نفسها ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم الينا المتحدث والامني باسم الحجد الشعبي سيد يوسف الكلابي مرحبا بكم وابدأ بالسؤال عن تلعفر يعني فيه تكليف للحجد الشعبي بالذهب لتحرير تلعفر من تنظيم داعش تلعفر لها اهمية ميدانية كبيرة جيوسياسية واضح من كل المواقف ان كان داخل العراق في الاقليم والمواقف الدولية لتلعفر ابدأ بالسؤال لماذا الحجد تم اختياره من اجل تحرير تلعفر وباي عين يرصد الاهمية ايضا الحجد لتلعفر نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك سيدة الكريمة ولقناتكم ومشاهدينكم بالحقيقة قوات الحجد الشعبي قوات اليوم اضحط قوات فاعلة وجبارة وذات خبرة ميدانية في قتال داعش وفي حرب المدن وفي مختلف انواع التضاريس حقيقة القاطع الذي يسلم الى الحجد الشعبي محور تلعفر وما قبلها وما بعدها باتجاه مركز بديلة الموصل وقطع خطوط الامداد ما بين سوريا والعراق هذا المحور الكبير الشائك ذات التضاريس القوية هو ما تبنته قيادة قوات الحجد الشعبي كأحدى القوات العسكرية التي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة نحن ننظر الى هذا المحور انه من اهم المحاور واصعبها ولكن نحن نفتخر ونفرح ان نكلف بالمحور الاصعب حقيقة الموضوع الاهم من هذا انه حاولت اليوم بعض القنوات الصفراء وبعض اعداء العراق وداعمين داعش ان يصوروا ان انطلاق العملية تربلية لقوات الحجد الشعبي هذا اليوم هي ردة فعل عما جرى في الايام السابقة من تصعيد او من اطلاق اكاذيب توقف العمليات في الموصل حقيقة هذا الموضوع بينا اليوم مكتب السيد رئيس هيل الهيئة ونفاه جملة وتفصيلا الحجد الشعبي قوة عسكرية انيطت لها مهام حالها حال باقي قوات العسكرية حتى قبل اليوم الاول لانطلاق العمليات الذي اعلن عنه سيد القادر عام قوات المسلحة نحن نتوجه ونأتمر ونتوقف بامر القائد العام القوات المسلحة نعم سيد الكلابي ربما ما له علاقة باقاف بعض الجبهات يعني الشمال والشرق لانها يعني باتت بالمسافة اقرب الى مدينة موصل من جبهات اخرى الجنوب والجنوب الغربي ويعني وضح رئيس الحكومة ان المعارك مستمرة بينما طيران التحالف سيتوقف لأيام هذه نقطة مهمة لتسألنا عن المعوقات يعني تلعفر تقول انها المعركة الاصعب في تلعفر بالنسبة لتحرير المسل ما هي المعوقات ما الذي يجعل تلعفر المعركة الاصعب لا عفوا هي مو تلعفر كمدينة تلعفر هي المعركة الاصعب المحور الذي انيط للحجد الشعبي هو المحور الاصعب لانه يمتد بطول مئة كيلومتر من تقريبا منطقة انطلاق العمليات هذا اليوم من سن الذبان باتجاه تلعفر ومن ثم مئة كيلو اخرى من تلعفر باتجاه مركز مدينة الموصل هذه المنطقة يعني بخط طول مئتين كيلومتر هذه منطقة تضاريس وعرات تحتوي على العشرات من القرى تحتوي على اقضية ونواحي اخرى غير تلعفر لذلك حقيقة والمهم الاكبر اننا كنا ما تقدمنا باتجاه تحقيق النصر سواء الى تلعفر او الى مركز مدينة الموصل سيكون انطباق الحصار اقوى فاقوى على الدواعش دخولا وخروجا من و الى سوريا الى العراق لذلك يا حقيقة كلما تمت محاصرتهم اكبر كلما اشتدت المعارك وكلما اصبحت المعارك اشرس لانهم يكونون بين مطرقة وسندان القوات الامنية وقوات الحشد هذا هو حقيقة الهدف الاساسي الذي نعلن انه هو الاشرس هم يحاولون تعزيز قواتهم من سوريا او مرات الهروب باتجاه سوريا نحن سنكون القاطع لهذا الخط خط الامداد سيكون هناك حصار قوي كما حدث في جزيرة الخالدية للدواعج داخل مدينة المصر هذا كلام مهم سيد الكلابي يعني الحشد الشعبي سيكون يقوم بدور حماية الحدود في هذه النقطة بين سوريا والعراق بالضبط يعني في هذه المرحلة في هذه المرحلة من المعارك ان شاء الله سيكون لدينا دور حماية الحدود ويعني حماية من المتسللين ذهابا وإيابا ليس باتجاه الحدود بهذه البسافة يعني بالضبط ولكن هو اليوم الحدود فقط تخترق من قبل الدواعج لذلك قطع خطوط الامداد باتجاه الدواعج دخولا وخروجا هو سيكون تطبيقا عمليا لحماية الحدود وإن كنا بعيدين عن الحدود هذا أيضا لا يعني في المستقبل بأنه إذا ما تم تحرير تلعفر تلعفر الحجد الشعبي سيقوم بمهمة يعني حماية الحدود يعني بعد الدخول لتلعفر هذا مهمة أخرى الحجد الشعبي سيقوم بأي مهمة تناط إليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء إذا ارتأى السيد رئيس الوزراء أن نحمي الحدود سنحمي الحدود بأي مكان ستختاره الحكومة العراقية أن نكون سنكون طيب سيد الكلابي لأنك تحدثت عن المساحة الكبيرة لهذا المحور يبرز السؤال بأنه لا يوجد غطاء جوي يدعم العمليات للحجد الشعبي يعني التحالف توقف وأساسا أنتم لا تقبلون ولو تصحح لي أن يكون الحجد الشعبي عفوا التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يؤمن غطاء جويا لعملياتكم وبالتالي هذا لا يشكل ثغرة ميدانية طالما مساحة شاسعة بهذا الشكل الحجد الشعبي سيدة الكريمة منذ اليوم الأول هو وضع ستراتيجية بعيدا عن أي دعم دولي لقوات الحجد الشعبي نحن لدينا رؤيتنا أن القوات العراقية وطيران الجيش العراقي والقوة الجوية العراقية قادرة على تحرير أراضيها نحن نعمل بدعم من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي لم نتعامل مع القوة الجوية للتحالف أبدا لعدة أسباب منها الأخطاء المتكررة للطيران التحالف بالقصف كما يسموه النيران الصديقة وآخرها يوم أمس لقطعات الفرقة التاسعة لذلك حقيقة الحجد الشعبي كان وما زال وسيبقى بوجهة نظر ثابتة أنه يتعامل مع القوات العراقية حصرا سواء في البر أو في الجو تقول أن التحالف يتعمد أن يصيب القوات العراقية سيد الكلابي يعني حقيقة نحن لدينا قصة دائما نتناولها فيما بيننا سواء في الحشد أو حتى على مستوى العراقيين الفنانة ليلى العطار هذه الفنانة العراقية رسامة رسمت صورة بوش الأب على أرضية مدخل فندق الرشيد في ذلك الوقت فأطلق صاروخ على منزلها ودخل الصاروخ من شباك بيتها إلى غرفة نومها من يستطيع أن يصيب الأهداف بهذه الدقة لا أعتقد أنه يخطئ الأهداف ولا يستطيع أن يفرق بين داعش والقوات العراقية إذن هناك تعمد لإصابة القوات العراقية من التحالف من الذي يمكن أن يسد الثغرة بالنسبة للغطاء الجوي هل قادر الطيران العراقي القيام بهذه المهمة الطيران الطيران العراقي طيران شجاع وبطل وهم حقيقة فدائيون وهم أبطال وهم صقور جو حقيقين بمعنى الكلمة ولديهم وطنية وشجاعة منقطعة النظير كانوا لنا غطاء في كل معاركنا ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم عليهم في كل معاركنا لذلك نعتقد أنهم يسدون عملياتنا ويغطون عملياتنا من الجو بكل قوة واقتدار ونحن نعتمد عليهم لا نشعر بالحاجة إلى غيرهم الاستضامة التركي وارد سيد الكلابي رئيس الحكومة التركية تحدث بأنه إذا ما بتقدم بفعل الحجد الشعبي أو كان هناك في تلعفر وكان هناك ما يهدد أمن تركيا سيكون هناك تدخل اليوم يتحدث رئيس الجمهورية رجب طيب أردغان وأيضا يحذر الحجد الشعبي في تلعفر إذا ما كان هناك تجاوزات كما يوصفها هل وارد الاستضامة التركية مع تركيا في تلعفر؟ أنا أتمنى فقط تعطيني بعض الوقت إجابة على هذا السؤال يعني هذا السؤال مهم حقيقة أولا تحاول الحكومة التركية والرئاسة التركية تصدير أزماتها ومن ثم محاولة إلى خلق نصر جديد في معركة هي محسومة إن شاء الله للشعب العراقي وطرد داعش من المؤصل لذلك نحن حقيقة لا نستمع إلى هذه التخاريف التي تتقولها الحكومة التركية أو الرئاسة التركية لسببين السبب الأول أن السيد رئيس هيئة الحشد في ذلك الوقت طلب من السفير التركي ومن الحكومة التركية أن فقط تخرج بتصريح لتدعم العراق وتندد بأعمال داعش في ذلك الوقت لم يتجرأ الحكومة التركية ولم تتجرأ أي مسؤول حكومة تركي من ذلك تحت داعي أن لديهم بعثة قنصلية هم موجودون كأسرى لدى داعش عفوا لذلك حقيقة نحن لا نتفت إلى هذا الكلام نحن أبناء الميدان نحن قوة عسكرية نرتبط بالقادة العام لقوات المسلحة إذا ما ارتأت القيادة أن هناك داعي للتصادم بالتأكيد سنكون على رأس القوات التي يكون لنا الفخر أن نحارب لتحرير بلدنا من القوات المحتلس وأكانت تركية أو غير تركية إذن لا تأخذون هذه التهديدات على محمل الجد؟ لا ليس بهذه الطريقة وإنما حقيقة نحن أبناء الميدان نحن عشاق المود نحن عشاق الشهادة من أجل الوطن لذلك من يتكلم في بلده نحن لا نستمع له حقيقة نحن من يريد أن يتكلم بالترهات لديه ميكروفونات وإذاعات وتلفزيونات ليتحدث ما يشاء ولكن نحن أبناء الميدان نحن أبناء هذا البلد نحن أبناء هذا التاريخ كسرنا آلاف المحتلين من قبل وليسأل الأمريكان عن صولات العراقيين ولذلك نحن لا نهتم لأن من يعشق الشهادة لا يستمع لهذه الترهات من الحكومة التركية أو غير الحكومة التركية لماذا أسألك؟ لأنه يفترض أن يكون موضوعة في الحسبان كل الاحتمالات العسكرية من ضمن الاحتمالات أنه ربما تقدم تركيا على مثل هكذا خطوة أن يكون هناك مواجهة لتركيا في تل عفر هي موضوعة ضمن الاحتمالات العسكرية بالنسبة إليكم؟ سيدة الكريمة عندما قامت قوات داعش يعني عندما قامت داعش في 2014 بالدخول إلى العراق وتصويرها كوحش كاسر لا يستطيع أحد التغلب عليه بعد صدور الفتوى العظيمة لسماعة السيد السستاني العراقيون تقدموا إلى ساحة القتال وهم عرات الصدر يعني حقيقة بأسلحة بسيطة اليوم نحن نمتلك أسلحة كبيرة وأسلحة فتاكة لا يهمنا تركيا ولا غير تركيا قلت لك سيدتي نحن مستعدون لكل الاحتمالات إذا ما جاءت الأوامر من القيادة العامة من القوات المسلحة والسيد رئيس الوزراء نحن أبناء بلد ندافع عن بلدنا وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ناصرنا والمجتمع الدولي أكيد باعتبار ميثاق الأمم المتحدة واضح وتركيا تقوم بعمل من أعمال العدوان الواضح والصريح والثابت في ميثاق الأمم المتحدة سأسألك عن تفصيل ميداني بما له علاقة بالبعاج وهي شمال تلعفر يقال أنه فيها قيادات من تنظيم داعش وحقية حتى أن أبو بكر البغدادي كان موجود في البعاج أو ربما يكون موجود هل هي موضوعة ضمن إطار تحرككم في هذا المحور؟ حقيقة نحن لدينا طريقتين للتعامل لا أقدر أن أتكلم بتفصيلات ولكن صورة عامة لدينا قوات عسكرية تتقدم بشكل تقليدي وشكل طرق التي تقدمنا فيها فيما سبق ولدينا قوات نخبة وقوات خاصة هي تتعامل مع الأهداف الاستخبارية المهمة بطريقة سريعة وطريقة فتاكة لذلك لدينا كل الاحتمالات واردة لدينا حقيقة مديرية استخبارات فعالة جدا في هيئة الحجد الشعبي لدينا حقيقة وهذا لازم نشير إلى حقيقة أبناء مدينة الموصل وأبناء محافظة نيناء وعموما لديهم تعاون من قطع النظير مع قوات الأمنية وبالذات مع الحجد الشعبي هناك ثقة متبادلة ما بيننا وبين مواطنين وأهلنا في مدينة الموصل لدينا أهداف ستراتيجية وقوية من الدواعش إن شاء الله سنفرح الشعب العراقي وكل محبين السلام في العالم بتنفيذ أهداف قريبة جدا إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد يوسف الكلاب المتحدث الأمني باسم الحجد الشعبي كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بختام المسائية نذكركم بعناوينها يومان على انتخاب العماد عون رئيسا للبنان مزيد من الكتل النيابية المؤيدة لرئيس تكتل التغيير والإصلاح وفرنجيا يدعو إلى الاقتراع لمصلحته بورقة بيضة الحجد الشعبي تقدم لتحرير تل العفر فهل ينجح في منع عناصر داعش من الهروب إلى سوريا وأي معنى سياسي لمشاركته في تحرير الموصل دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقع الميادين بلغة إسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ولدينا المزيد من الأخبار على رأس الساعة إلى اللقاء